انطلقت مؤخرا بإقليم بوركو نشاطات حذب الحركة الوطنية لإنقاذ المناسبة رأسها الأمين العام للحذب بالإقليم بحضور مناضلي ومناضلات الحذب حليمة السعدي عقوبة بهضور عدد كبير من المناضلين والمناضلات لهزب الهركة الوطنية للإنخاذ الذين قدموا من مختلف الخرى والمدن التابعة لإقليم بوركو بهدف إطلاق النشاطات السياسية للهركة الوطنية للإنخاذ بإقليم بوركو وكانت الانطلاق لهذا العام تحت شئار تخوي التوفر الهماية للجميع هذو بدأت المناسبة بكلمة الأمين الإقليمي للهركة الوطنية للإنخاذ أبدالله جميل الذي شكر المناضلين والمناضلات على هدورهما المشرف مؤبرا عن سروره لانطلاقة هذه الهملة السياسية التي تركزت في تعية شاملة حول نشاطات المناضلين والمناضلات للهركة الوطنية للإنخاذ MPS والأمل من أجل إبرز سياسة الهركة التي جاءت بكثير من الإنجازات الملموسة في مجالات الإقتصادية والسياسية والإجتمائية كما طلب الأمين الإقليمي للهركة الوطنية للإنخاذ من جميع المناضلين والمناضلات على الوخوف الدائم والمتواصل مع مؤسسة الهركة الوطنية للإنخاذ إدريس ديبي إتنو من أجل الانتخال إلى الآفاق المستقبلية والتوجه نهو إزدهار البلاد ترجمة نانسي قنقر